موسيقى السيد شريف بن حبيلس المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي أهلا بك شكرا برك الله فيكم على الضيافة كل التهاني للجزائر ولسيادتك على الرئاسة الدورية للمنظمة الأفريقية للتأمنات شكرا هذا شرف كبير أولا للجزائر ولسوق تأمنات ولي كشخص سوق تأمنات الدول والإفريقي والجزائري كلهم واعدون ولكن هذه الجمعية التاسعة والأربعين تنعقد في ظرف وطني ودولي صعب معقد خاص نتحدى الكوارث الطبيعية إذن بكل أشكالها وأنواعها نتحدى ضرورة تحسين وتطوير الترسان القانونية فيما يخص التأمنات كل هذه التحديات ونقاط أخرى أثيرت في الكواليس وخلال هذه الرئاسة في سؤال أول ماذا سيضيف هذا التتويج للجزائر على الصعيدين السياسي والاقتصادي أولا نظن أول حاجة إجراء هذا المؤتمر اليوم في الجزائر نظن ويعتبر هذا المنظمة الإفريقية من أهم المنظمات العالمية في سوق تأمينات والجزائر اليوم تحتضن هذا المؤتمر شيء كبير وعظيم لسوق التأمينات الجزائري الموضوع الذي سيناقش به هذا المؤتمر هو دور التأمينات ولأهمية التأمينات في التنمية الغذائية ونعرف بالتأمين على عبرة الناس لا يعطينا كل أهمية لكي يرافق التنمية الاقتصادية اليوم رأنا فيه كما تكلمتي فيه ظروف مناخية صعبة والمناخ هذا اللي راهه كل يوم راهه يتبدل القطاع الفلاحي هو اللي راهه الأول مضر لهذا التغييرات المانخية ولهذا وجود وسائل اقتصادية من الضروري أن تكون خاصة في الميدان التأمينات ولهذا هذا المؤتمر جاء كما ينبغي في الوقت الملازم لتحدث ووجود وسائل كيف نعالج حنا كمهنيين في هذا القطاع لوجود وسائل وسائل اللي راح تكون عندها كما يقول لك تكون عندها كما يقول لك وسائل اللي راح تتمشي مع الوقت وليس وسائل تاع اليوم وغضوا قدروا نعودوا نضيحوا في مشكل واعتقل نعم الأمن الغذائي السيادة الغذائية من سيادة الدول إفريقيا التي تعد خزان العالم من حيث المورد البشري من حيث المورد الطبيعي من حيث الثروات التي تصخر بها تعد اليوم فاعلا دوليا مهما بعد كل التعقيدات والتأخر الذي كانت تشهده في الثلاثين سنة الماضية سيدي وأنتم من يترأس الآن هذه المنظمة لمدة سنة كاملة إذن ما هي أولويات العمل في مجال التامنة الأفريقي وهمية القطاعات ذات الأولوية نظر أن المؤتمر راح يخرج بتصريحات كبيرة والكل راح يعتبر باللي الملتقل تاع الجزائر راح يصبح من أهم اللقاءات اللي صروا في هذه العشر السنوات الأخيرة في هذه القارة أولا استسمحك على المقاطعة قد يبث برنامجنا بعد الخروج بهذه التصريحات هل لنا أن نعرف مسبقا فكرة عن ما سيخرج به هذا الملتقل نظن باللي ما أكيد تكلمنا مع الاختصاصيين والخباراء من أهم الاقتراحات لدارها المجلس إدارة هذا المنظمة ونعرف باللي إحنا رانا في هذا المنظمة كممثلين في السوق الجزائري تكلمنا وخرجنا على بعض التوصيات اللي راح تكون إن شاء الله في آخر هذا المؤتمر من أهم هذه التوصيات أولا نشر تقافة التأمين نعرف القارة الإفريقية من أهم المشاكل هي عدم التأمين اللي ينقلوا باللي ما هوش موجود خاصة في القطاع الفلاحي هذا من نقطة ضعف هذه القارة ونشفناها وعالجناها ما هم الحلول من أهم الحلول أولا نعرف باللي التأمين ما لازمش يكون هو الوسيلة الوحيدة للتنمية الغذائية بلازم يعتبر من أهم الوسائل لمرافقة الفلاحين وخاصة وخاصة نشر تقافة تسيير الأخطار تأمين بلاد تسيير الأخطار ما عندوش عنه أهمية ولهذا لابد مننا هنا كسوق مع الأسواق الإفريقيات تبادل في المعلومات وهناك نظن تكون من أهم التوصيات في هذا اللقاء هو تبادل الرقمنة والمعلومات الرقمنة عندها دور كبير في التنمية وعصرنة التأمينات ولهذا كين نظن خبرات في بعض الدول الإفريقية والجزائر تعتبر من الدول اللي عندها خبرة في هذا رح يكون تبادل مع بعض البلدان وبعض الشركات الإفريقية وهذا يجعل قوة التأمين كأهم الوسائل للتنمية الاقتصادية لو سمحت حتى لن نحيد عن موضوع الأمن الغذائي الجزائر اليوم تعد خزانا مهما كذلك من حيث التصدير لبعض المنتجات الفلاحية في تقديرك وبالحديث كذلك عن ثقافة التأمين والتوعية أين نحن اليوم كجزائريين من التأمين الفلاحي وما طبيعة العلاقة بين الصندوق اليوم والمؤمن؟ هل هي علاقة مؤمن مؤمن فقط؟ نظن الصندوق عرف في هذه السنوات الأخيرة قفزة نوعية وخاصة في عصرنة المنتجات التأمينية في القطاع الفلاحي الصندوق عنده ارتباط وعنده علاقة كبيرة مع القطاع الفلاحي والعالم الريفي نعرف بأن الصندوق هذا ينشئ من فلاحين فلاحين حقيقيين ولازم يرجع للفلاحين الحقيقيين بهذا الطريق نقدر أن نبني مؤسسة مالية لتعرف مشاكل الفلاحين وتطور هذه المشاكل بحلول تأمينتية هذه أولا ثانيا نظرنا باللي ورقة طريق الوزير الفلاحة البرنامج 2022-2025 أعطى أهمية كبيرة للتأمينات الفلاحية وهي لأول مرة البرنامج مبني على منتوجات وشعوب استراتيجية ولهذا كي يقول لك هذا الاكتفاء الداتي ما يكونش مربوط بتأمينات خاصة راح تصعب نوصل لهذا النتائج في كل ميادنات نعرف باللي في اللي نقضو شعبها من شعب استراتيجية ولها ما كي تمر ولا ما من الحبوب لما غدوة ما نروحوش بتأمينات ضد الجفاف ولا ضد المرضود راح تصعب علينا الفلاح يكون شوية متخوف في الاستثمار لما تكونش عنده المرافقة التأمين بلا مرافقة ما يقدرش يكون تأمين هذا هو تأمين اللي درناها في السياسة وفي البرنامج تاع الصندوق الوطني 2020-2025 بننا احنا كمثال دار الفلاح في خنشلة لتوفر خدمات للفلاحين والمربيين الصغار وتشرف على خمس ولايات متجاورة خنشلة، سوق هراس، تبسة، أملب واقي، وباتنة وهذا لترقية التأمين صاحب لي بعض الشركات ما عندهاش منتوجات فلاحية ولهذا الصندوق بادر بمنهجية جديدة للتأمينات الفلاحية وخاصة ضد الكوارث الطبيعية ما نخدرك هراه هو مصطرب متقلب من أول قطاع اللي هراه يحس بهذا الاثترابات هو القطاع الفلاحي وخاصة للفلاح ونعرفه احنا معظم الفلاحين أكثر من 70% من الفلاحين هما فلاحين صغار ولا متوسطين هذو هما اللي رأهم يعتبروا مشكلة في هذا ولهذا لازم لهم حماية في أقرب وقت بأسعار تكون معتبرة احنا تكلمنا في الميدان السندوق بادر فيها الثلاث سنوات الأخيرة بافتتاح عدة مكاتب محلية وسناديق جهوية حنا رأنا حاضرين في كل طراب الوطني ونعتبروا من أول مؤسسة اللي راهي في الميدان تنشط في الميدان بسياسة جوارية بمرافقة ولهذا نظن باللي لازم نروح أبعد لازمنا منتجات تأمينية جديدة لازمنا منهجية جديدة ونظن بهذا نقدروا نرفضه نعم خاصة وأن التحدي مزدوج سيدي التحدي المناخي وكذلك تحدي التأمين الغذائي أو تحقيق نسبة من الأمن الغذائي والمعروف أنه ما في دولة في العالم تتمتع بالاكتفاء الغذائي مئة بالمئة في هذا السياق سيدي صندوق الوطني للتعاون الفلاحي كما تفضلت هو الرائد في سوق التأمينات الفلاحية ويحظى كذلك والقطاع الفلاحي يحظى بتوجيهات السيد رئيس الجمهورية يعني كيف يرافق الصندوق تجسيد هذه التوجيهات نظل في الجلسات اللي شرف عليها سيد الرئيس تكلم وعطاها عدة التوصيات نعتبر هكا توصيات بعد هاد الجلسات سيد الوزير دار جلسة عمل وكلف كل من المؤسسات خاصة الاقتصادية بالعمل في الميدان وحنا كالسندوق أول حاجة سنتكفل بهذه الإمكانيات وهذا الظروف اللي راهي اليوم مؤهلة باش نروح لأبعد ما وفرناه في الأعوام اللي كانت مقبل عندنا كل الأدوات اليوم باش نروح لإستصلاح وإعادة نظر في التأمينات وخاصة في التأمينات الفلاحية لازم نظر جديد في التأمينات بصفة عامة وتأمينات الفلاحية نظن بالإحادة أن الوقت إعادة هيكلة وتسيير المؤسسات بطرق أخرى اللي كانت تسيير من كيف كانت في هذه السنوات الأخيرة الأقليم راه يتغير كل حاجة راه يتغير ولهذا لازم نغير إمكانياتنا ونروح بقوة للميدان بهذا أولاً نعرف ما راه يصير في الميدان وبعض الحلول صبناهم في الميدان لازم تكون عندنا الرغبة باش نتكلموا ونخلقوا كما يقول لك دي باسرال هاروما لتكون عندنا ان كونتاكت ديريكت بنا وبين في سؤال أخير لو سمحت وبالعودة للحادثة الإفريقية اليوم هنا بفندق الأوراسي الجمعية التاسعة والأربعين للمنظمة الأفريقية للتأمينات كيف تستغل ستستغل الجزائر رئاسة هذه الدورة فيما يخص تبادل المعلومات التي تحدثت عنه في بداية لقائنا عن ضرورة الارتقاء بالرقمنا وعلما أن السوق هو سوق تنافسي من أساسه كينا منافسة بين الشركات ما عندما تكون عندنا هدف وهو هدف جماعي لازم كل نصف في هذا الهدف ونظن الشركات على كما يقول لك نحن أورغانيزي على الاتحاد التأمينات في الجزائر عندنا استراتيجية وبهذا الاستراتيجية إن شاء الله تكون عندنا قوة أكثر في إفريقيا ما هو الهدف الأسما للأفارق اليوم؟ الهدف هو إعطاء نفس جديد للتأمينات لأن التأمينات ليس لها دور اقتصادي كما ينبغي دور التأمينات مهم وشفنا عدة بلدان أخرى غير إفريقيا وصلت إلى نتائج هامة بفضل دور التأمينات ليعتبر التأمين كأهم وسيلة اقتصادية للتنمية الاقتصادية شريف بن حبيلس المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي أشكرك جزيلا شكر على هذا اللقاء شكرا مبارك الله فيك أشكركم مشاهدين على المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة